أجرى التليفزيون المصري عددا من اللقاءات مع عضاء مجلس النواب عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم النهاردة كان فيه قانون متروح قدام مجلس النواب يهتم بإنشاء محطة اقتصادية لتربية الخيل العربية الأصيلة دي زي هيئة اقتصادية تهتم بالخيل المصري لأنه معروف أنه سلالة الخيل المصري من أجود السلالات في العالم فكان لابد من الاهتمام بهذه الخيول لأن في بلاد كثيرة جنبينة عربية استغلت الخيول استغلال سياحي واقتصادي ورياضي فكان لابد أن مصر يكون عندها محطة تهتم بالخيول بشكل عام النهاردة فعلا ناقشنا القرار 140 لسنة 2022 قرار رئيس الجمهورية بشأن تمويل التحول المستدام للتنمية الزراعية في صعيد مصر الاتفاقية في غاية الأهمية وقتها مناسب جدا للتحول للتنمية المستدامة التي تحصل في مصر وقتها مناسب جدا لعبور أثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والأثارها تمتد في مصر الرجوع للقرية الريفية المنتجة وزيادة الانتجاه الزراعية هو أحد الحلول غير المصرفية للعبور من الأزمة الاقتصادية تنمية رقاعتنا الزراعية تحسين دخول المذارع البسيط خاصة في صعيد مصر خاصة أن الاتفاقية بتواكب ثلاث محافظات في الصعيد يعني مهتمين جدا بزراعة أسيوت وإلمانيا وسهاج